السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب حكة المهبل عند الحامل وعلاجها قبل التعرض لطرق علاج حكة المهبل للحامل عليك أولاً معرفة الأسباب المختلفة وراء الحكة الحاصلة إليك وأهمها ما يلي 1- الإفرازات المهبلية خلال الحمل إن التغيرات المستمرة في جسم الحامل وهيرموناتها وزيادة سمك بطنة الرحم مع تضخم الرحم وزيادة حجمه قد يتسبب في زيادة الإفرازات المهبلية أثناء الحامل ولكن عليك الانتباه إلى أن ظهور هذه الإفرازات بلون أبيض أو شفاف بدون رائحة يعني أن سبب حكة المهبل هو التغيرات الهيرمونية فقط وهنا يتم علاج حكة المهبل للحامل عبر مسح الإفرازات ومحاولة الحفاظ على جفاف المنطقة الحساسة قدر الإمكان اثنين التحسس من منتج معين أثناء الحمل تصبح بيئة المنطقة الحساسة لدى المرأة أكثر حساسية منذ قبل وأكثر عرضة للتهيج والإحمرار خاصة عند استخدام مستحضرات وأنمع معينة من الصابون وقد تصبح مستحضرات عادية مثل معطرات السياب قاسية على بشرة المرأة أثناء الحمل لذا يفضل في هذه المرحلة تجنب أي من المستحضرات والمنتجات المعطرة والتي قد تسبب تهيج الجلد مع أن الفطريات والخمائر موجودة عموما في الجسم إلا أنها قد تنشط بشكل كبير في منطقة المهبل أثناء الحمل بشكل خاص مسببة حكة المهبل للحامل وألم ورائحة كريهة جدا علاق حكة المهبل للحامل النتيجة عن هذا السبب يتم ببساطة عبر أدوية معينة لا تحتاج لوصفة طبية مخصصة لمكافحة الفطريات والخمائر أربعة أسباب أخرى من الممكن كذلك لعدة أمور أن تسبب في حكة المهبل للحامل وهذه أهمها التهابات المسالك البولية التهابات المهبل البكتيري وأيضا قام للعانة ويقوم الطبيب باختيار العلاج المناسب فالأدوية العادية المكافحة للقامل قد لا تتلاءم مع الحامل ثانيا علاق حكة المهبل للحامل يعتمد العلاج المتبع هنا على سبب الرئيسي وراء الحكة الحاصلة والذي قد يكون أحد الأسباب المسكورة سابقا لذا يقوم الطبيب بمعالنة الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة والوصول للتشخيص المناسب أولا وبعد ذلك يتم وصف العلاج الملائم للحالة في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المسكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمنزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم يلا تدعونوا لك وكومنت وشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة